مرحبا شانكم شعلا تكونون بخير كبة البرغل تعالوا شوفوا الطريقة اشتركوا بالقناة وفعل الجرس حتى توصلكم كل فيديواتي اول ما انزلها اول شي رح ابدي اضيف 3 اكواب من البرغل الناعم طبعا هذا البرغل نفس البرغل نستخدمه بالتبولة تقدرون تستخدمون برغل ابيض او برغل احمر ماكو اي فرق رح اخليو اياهم كوب واحد من السميد السميد اذا تدون ناعم او خشن همينه ما رح يفرق اخلطهم كلهم سوى للبرغل والسميد خلطة هيت سريعة وبعدها رح اضيف لهم مي مغلي المي رح اضيف لهم كوبين ونص من المي المغلي اخلطهم همينه كلهم سوى وبعدها اغطيها واتركهم تقريبا من الساعة الى ساعة بالنسبة للحشوة رح احمي المقلات وبعدها اضيف اللحم الماثروم اللحم رح استخدمه هو مخبوط ما بين غنم وبقر ماكو تاعد خلون اي زيت او مي حمسو حمسة سريعة الى ان ينزل كل الدهن وينشف المي مالته تقريبا قبل ما يشف كامل رح اضيف البصل البصل رح اضيف اثنين بصل انقطعة ناعم وبعدها رح اقلبهم سوى الى حد ما يذبل البصل اذا شفتوا ماكو مي كلش باللحم او ماكو زيت تقدروا نضيفون شوية التواب اللي رح اضيفها رح اخلي ملح طبعا هاي حسب الرغبة لكن هاي البهارات كلش طيبة هخلي سبع ابهارات ورح اخلي وياها رشة من الكمون لانو دا نسوي كوبة برغل بس مو هوية لاني روح الطعم بعدها رح اضيف شوية من الفلفل الاسود واهم شي بالكوبة هنانا السماج السماج يطيها طعم وحموضة كلش كلش طيبة رح اضيف هنانا سنوبر طبعا السنوبر تقدرون تقلوه وتخلوه او تخلوه رأسا مثل ما هو او رأسا خليته او خبطته ينطي كوبة البرغل طعم كلش طيب بعد ما تبرد الحشوة هذا الشي اختياري رح اضيف شوية من المعدنوس اذا قد تكون معدنوس او كرافوس ماكو اي فرق نرجع للعجينة العجينة رح اضيف لها كوب ونص من الطحين الابيض اذا ما متوفر خلوه الطحين اسمر ماكو اي مشكلة رح اضيف رشة من الملح حسب الرغبة وفلفل اسود وكمون رح اضيفنهم بيضة البيضة تخلي قوامها كلش حلو رح اضيف ملعقة طعام من معجون الطماطع معجون بس على مود اللون اذا ما تريدون تخلوه لا تخلوه رح اضيف هنانا كوب ونص من المي الدافي ورح ابدي اعجن العجينة العجينة مثل ما تتشوفون ما استخدمت اي محضرة طعام او مكينة ومال لحم عجنتها كلها بايدي اذا شفتوها طبعا كلش تكوني شي لينا ومدت اللزم حطوا عليها رشة من الطحين بس هاي المقادير مضبوطة بعد ما تكملون العجن اتركوها تقريبا في دربع ساعة ثلاث ساعة وبعدين ابدو شكلوا الكوبة ابدي اشكل الكوبة طبعا الكوبة حسويها من هاي الكوبة الطولانية مثل الكوبة الطرابلسية قنا نقول او كوبة الحلب المهم رح ابدي افتحها بهذا الشكل تشكلوها شون ما انتم يعجبكم بس هي هاي الطريقة احسن شي رح خلي بيها الحشوة طبعا نحزم تكون الحشوة باردة والعجينة هامينة تكون فادمرتاحة في ثلاث ساعة مثل ما قلت لكم على ممود تحصلون على النتيجة المطلوبة هسوي هنانا واحدة ثانية طبعا هاي الكوبة تقدرون تجمدوها تصفطوها هيك على كيس من نايلون وتخلوها بالمجمدة ومن تجمد تشيلوها وتخلوها باكيانس صغيرة وتستخدموها حسب الاحتياج مالتكم او تقدرون تقلوها نصف تقلع وتخلوها بالفريزر تجمدوها وبعدها تحطوها بالقلايا الهوائية او بالفرن او بالمايكروويف على ممود استخدموها للسهولة حتى ما تقلون مرة ثانية بس الكوبة تتجمد وما عليها شي وما راح تنفتح اهم شي من تقلون الكوبة واي كوبة طبعا يكون زيت غزير تنتظروها الى ان تكون الزيت حار كلش وتخلون مو اكثر من اربع كوبايات لانو متحطون هوايا كوبة الزيت يبرد وتبدي تتفلش الكوبة فتدخلون هوايا كوبة كل اربع اربع سوا وحتكون الكوبة عدكم تخبل هذا هو شكل الكوبة نهائي طبعا انا قليتهم كلهم وهذا هو الشكل والمنظر الروعة كلش سهل العجينة وناجحة ومضمونة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى توصلكم فيديوهاتي اول ما نزلها وما اوصلكم باللايكات والتعليقات اشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي مع السلامة اشتركوا في القناة